اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وزي أخلاقنا بالحلم وافتع علينا بمعرفة العلم إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء ثم أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء في الحلقة الماضية عرضنا قصة العداوة بين الشيطان والإنسان والمعركة التي يخوضها الإنسان بين الهداية والغواية وإلى أي كفة تكون الغلبة في النهاية لكن ها هو الكريم المنان يمد لنا حبل النجاة في القرآن فيقدم لنا أنموذج الإنسان الناجي في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الصورة من قصار الصور من ثلاث آيات تضع دستورا للحياة في آية واحدة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه البشر هذا هو الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله أما الحقيقة الضخمة التي تقررها هذه الصورة هي أنه على امتداد الزمان والإنسان ليس هناك إلا منهج واحد رابح وطريق واحد ناج هو هذا الطريق الذي تصفه لنا صورة العصر الذي تصف لنا هذه الصورة معالمة وكل ما وراء ذلك ضياع وخسران أخي المسلم إذا أردت النجاة لنفسك ولأولادك ولأسرتك ولأمتك فيجب أن تكون مسلمة صورة العصر فالنجاة كل النجاة في صورة العصر هل أم أحبتي في الله إلى رحاب صورة العصر لنعيش معها لحظات غالية نجول في ظلالها نتنسم أريجها نترسم منهاجها نقتبس من أنوارها نقتطف من رياضها إنها الصورة التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه الصورة لوحدها لوسعتهم وكفتهم هل بقيت حج لمن يقول والله إن الدين صعب وأنا مسكين لا أقرأ لا أكتب ثلاث آيات بضع كلمات اعمل بها تنجو بإذن الله دعونا من الطرف الفكر والكلام الكثير والعصر تكفي لإصلاح المسلم في هذا العصر يستهل الله جل في علا هذه الصورة الكريمة بالقسم والعصر وقسمه سبحانه تنبيه للسامع تنبيه للسامع إلى أهمية المقسم عليه حتى لا يبقى عذر لمعتذر وقد ذكر المفسرون أقوالا متعددة في بيان المقصود بالعصر فقيل هو وقت العصر وقيل المراد به صلاة العصر وقيل إنه الضهر وتسمية الضهر عصرا أمر معروف أيضا في لغة العرب ومن ملح التفسير في معنى العصر قال الحسن البصري رحمه الله إنما أقسم الله بهذا الوقت تنبيها على أن الأسواق في وقت العصر قد دنى وقت انقطاعها وانتهاء التجارة والكسب فيها فإذا لم تكسب ودخلت الضار وطاف عليك العيال يسألك كل أحد حاجته فحينئذ تخجل فتكون من الخاسرين فكذلك نحن اليوم في عصر الدنيا لم يبق منها إلا قليل وقد دنت القيامة واقتربت وأنت لم تستعد لها وأنت في غفلة فإذا أنت من الخاسرين اسمع قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قال أحد السلف تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج وقف في السوق بعد العصر قبيل انتهاء وقت السوق وهو ينادي ويقول يا أيها الناس ارحم من يذوب رأس ماله ارحم من يذوب رأس ماله هذا معنى قول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر يمر به العمر ورصيده صفر من العمل الصالح فإذا هو خاسر نعم إن أعمارنا تذوب كما يذوب الثلج وهي رأس مالنا فإذا لم نكسب خيرا ولم نستثمر سنوات العمر مضى وانقضى وضع رأس المال فذلك هو الخسران نعم فكيف النجاة إذن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليباسي النجاة في أربعة أمور الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر الإيمان أولاً إلا الذين آمنوا أول شروط النجاة في الدنيا والآخرة هو الإيمان سلامة العقيدة ظل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاماً في مكة لا هم له ولا شغل له إلا أن يغرس الإيمان في النفوس والعقول أن يبني التوحيد الصحيح وكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم هي المحضن التربوي للمسلمين الأوائل وكان جيل دار الأرقم جيلاً قرآنياً فريداً جيلاً مؤمناً حق الإيمان ولكن أيها الإخوة ما هو الإيمان الذي نريد؟ إن الإيمان ليس كلاماً نظرياً ليس خطباً تلقى ومحاضرات تعطى ومتوناً تحفظ بل نريد إيماناً حقيقياً يثمر عملاً صالحاً وجهداً مباركاً في الواقع يثمر العمل الصالح وهو الشرط الثاني للمسلم الناجي آمنوا وعملوا الصالحات أسلافنا قالوا الإيمان بلا عمل كشجر بلا ثمر وكسحاب بلا مطر ثمرة الإيمان العمل ولهذا نجد القرآن حينما يعرض علينا حقائق الإيمان يعرضها في صورة أخلاق وأعمال قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً فثمرة الإيمان كما وردت في هذه الآية من صورة الأنفال ذكر لله وخشية لله وتوكل على الله وصلاة وإنفاق أيها الأحبة لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الإيمان إلا مقروناً بالعمل كما علمتهم صورة العصر هذه الثنائية القرآنية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلذلك كانوا أسرع الناس إلى العمل وإلى الجهاد وإلى البذل إذا نزلت آية كانوا أسرع الناس إلى تنفيذها لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء الصحابة بأفضل أموالهم ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نزلت الآية من ذا الذي يقرض الله قرداً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة قال أبو الدحداح يا رسول الله وإن الله لا يريد من القرد قال نعم يا أبو الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله فناوله يده فقال يا رسول الله إني أقردت ربي حائطي وكان له حائط يعني بستان فيه ستمائة نخلة من الذي يسكن في هذا البستان زوجته أم الدحداح مع أبنائها جاء أبو الدحداح بعدما تصدق بالبستان وقال يا أم الدحداح قالت لبيك قال خرجي فإني قد بعت البستان لربي لا إله إلا الله هل قالت المرأة يا مجنون ماذا فعلت بنا وبأولادك تركتنا للفقر قالت ربح البيع ربح البيع وأثنت عليه خيرا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي هذا الأمر لأبو الدحداح أبدا لما مات أبو الدحداح وصل على جنازته أخبر عن كثرة الأغصان المعلقة له في الجنة فروى الإمام مسلم عن جابير بن صمورة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح والعذق هو الغصن من النخلة وفي رواية كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة عذق رداح يعني غصن ثقيل بالثمار لأبي الدحداح جزاء على عمله وإحسانه في الدنيا إخوة الإيمان أرأيتم كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع القرآن تنزل الآية فيجعلونها واقعا حيا في بيوتهم في سوقهم ومتجرهم ومجتمعهم في معركة اليمام المسلمون قاتل المرتدين وأتباع المتنبئين فقد ادعم سيلمة الكذاب النبوء وأيضا سجاح بنت الحارث كان أكثر الناس إقداما في هذه المعركة هم القراء أهل القرآن وكانوا ينادون بعضهم في المعركة يا أصحاب سورة البقرة قاتلوا في سبيل الله كان أبو حذيف ينادي يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب وكان سالم مولى أبي حذيف يصيح بأعلى صوته فيقول بئس حامل القرآن أنا لو هجم المسلمون من قبلي حاشاك يا سالم بل نعم حامل القرآن أنت ولذلك قتل في هذه المعركة عدد كبير من القرآن أما أهل الحديث فقد كان بشر الحافي رحمه الله يقول لطلبته يا أصحاب الحديث أدوا زكاة حديثكم اعملوا من كل مئتي حديث بخمسة أحاديث على الأقل أي أدوا ربع العشر فلا معنى لطلب الحديث وأنت لا تعمل به وتسمع المحاضرات وأنت لا تطبقها فالعمل العمل لا بد أن يراك مولاك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك لا بد أن تعمل بما أمرك الله به في نفسك وأهلك وأن تكون وقافا عند حدود الله مراعيا لحقوق الناس تحل الحلال وتحرم الحرام ولا تدخل إلى جيبك درهما من حرام ولا تدخل إلى بطنك لقمة من حرام أيها المشاهدون الكرام الشرط الثالث من شروط النجاة في الدنيا والآخرة الذي دلت عليه صورة العصر هو التواصي بالحق وتواصوا بالحق والتواصي تفاعل من الجانبين أي توصي غيرك بالحق وفي نفس الوقت تقبل من غيرك الوصية بالحق تقبل النصيحة من غيرك فليس أحد أكبر من أن يقبل النصيحة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر في أول خطبة يخطبها له بعد توليه الخلافة أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مرحبا بالناصح أبدا الظهر مرحبا بالناصح غدوا وعشية ويقول رحم الله مرئا أهدى إلي عيوب نفسي أخي المؤمن وأقرب الناس الذين توصيهم بالحق من كانوا تحت مسؤوليتك كزوجتك وأبنائك وبناتك أو كانوا تحت إدارتك كل من لك عليه سلطان فأوصه بالحق فبالحق قامت السماوات والأرض والحق هو ما جاء به الإسلام من عقائد وعبادات وأخلاق فادعوا الناس إليها لكن بالحكمة والموعظة الحسنة أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الشرط الرابع من شروط النجاة كما تعلمنا في سورة العصر الذي أرشدتنا إليه هذه السورة العظيمة هو التواصي بالصبر وتواصوا بالصبر ولما كان طعم الحق مرّا وطريق الحق ليست محفوفة بالورود بل مليئة بالأشواك أوصى الله رسوله فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأوصى لقمان ابنه وصية بليغة خلدها القرآن فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فإذا كان الرجل صالحا ومصلحا فسيناله أعداء الحق وأعداء الإصلاح بالأذى فليصبر والله معه والله ناصره إخوة الإسلام مع همسة الختام كان الرجلان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا التقيا لم يفترق حتى يقرأ أحدهم على الآخر سورة العصر لقد كان يتعهدان على الإيمان والعمل الصالح يتعهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر يتعهدان على حراسة هذا الدستور الإلهي الذي يعتبر سياجا يحمي الفرض والأمة من الخسران والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين